عمل دؤوب ورحلة شاقة أمام حركة طالبان لإقناع المحيط الدولي بشرعية حكمها وقدرتها على إدارة البلاد فبيد تحمل السلاح لأن العملية الأمنية لم تنتهي بعد وبأخرى تمد حبل المفاوضات للخارج والدول المتابعة للمشهد الأفغاني الحركة لا تريد تكرار الأخطاء نفسها التي ارتكبت يوم تولت الحكم في تسعينيات القرن الماضي ومن هذه الأخطاء ترك ولاية بانجشير خارج سيطرتها تلك الولاية ذات الغالبية الطاجيكية الواقعة شمال ولاية كابل والتي لم توالي طالبان في عهدها الأول وأعلنت أنها على استعداد لفعل ذلك ثانية من دون أن تقفل باب التفاوض لتعاون ما مع العهد الطالباني الجديد نجل شاه مسعود أكد عدم تلقيه حتى الآن أي مساعدة من أي دولة أجنبية رغم طلبه الدعم الدولي فوقوف العديد من دول المنطقة إلى جانب طالبان يشي بأن زمن الأمس ربما تغير وذلك ما يبينه التصريح الجديد للاتحاد الأوروبي الذي أكد أنه لا مفر من الحوار مع طالبان نهاية العمر أولوية الحركة حاليا هو المضي قدما في خطوات إدارة البلاد فالمجتمع الدولي ينتظر منها أن تقدم على تشكيل الحكومة وأن تبدأ عهدها الثاني حتى يراقب الأفعال لأقوال يسمعها من قنوات التواصل والمحادثات الخلفية الجارية مع العالم دول العالم نهاية الأمر تهمها مصالحها السياسية والاقتصادية والأمنية في أفغانستان بعيدا عن الخطاب الدبلوماسي المستهلك ومعايير المثل تدرك طالبان ذلك ولأجله تقوم برسم ملامح حكومة يراقبها العالم بصمت مريب ترجمة نانسي قنقر